حراك دولي يسعى لتحريك الماء السياسي الراكد في المستنقع السوري صادرت تصريحات أمريكية تتحدث عن لقاء ربما يجمع الأمريكيين والروس والسعوديين والأتراك والأردنيين الدعوة للحوار الخماسي تبنها وزير الخارجية الأمريكي جون كهري وأكد أنه أطلقها مدفوعا بأسباب قوية أبرزها بحث ويطلق حل سياسي يجنب سوريا التدمير الشامل الحاجة إلى دراسة عملية انتقال سياسي بالتشاور مع الروس وجود خطر كبير يهادد المنطقة وأوروبا بسبب موجات النزوح السوري الجهود الأمريكية المتأخرة استثنت إيران اللاعب الأبرز الذي يمسك بالكثير من تلبيب الأزمة وهو استثناء يلقي بظلال سلبية حول مدى القدرة على ردم الهوة بين المشاركين في الحوار ولسيما تباعد المسافات بينهم فيما يتعلق بمصير الرئيس بشار لاسد بدورها رجحت الدبلوماسية الروسية موافقة موسكو ولفتت إلى أنها تدرس أجندة وتوقيط وما كان المحادثات وهل ستكون اللقاءات ثنائية أم جماعية روسيا تشدد على أنه لا بديل عن الحل السياسي وتتمسك بالأسد لاعبا فأي حلول سياسية وتؤكد أن هدفها من عمليات العسكرية في سوريا هو تخلصها من الجماعات الإرهابية في المقابل تؤكد الرياض أنه لا دور للأسد في المستقبل السوري وتطالبه بالتنحي عقب تشكيل هيئة انتقالية وتقول المملكة إنها لن تتخلى عن الشعب السوري إذن الأسد الرقم الأصعب بين موسكو والرياض ولذا تعمل الثانية على إقناع لولا بأهمية استثنائه من أي حل سياسي ومن هذا المنطلق جامعت مباحثات سابقة مسؤولين سعودين وروسا بغية تقلص مساحة الاختلاف لكنها باءت بالفشل واشنطن صاحبة الدعوة للحوار أصابتها سهام الانتقاد اللاذع بأن موقفها منذ اندلع الأزمة يعاني من التردد والرعونة المفرطة في لسان حال يحكي بلكنة أمريكية بأن القضاء على الجماعات الإرهابية يأتي قبل الحديث عن مصير الأسد أو أنه لا حديث عن أي دور للأسد في الحل السياسي موسكو سعت المغازلة واشنطن في إطار صفقة سياسية وأشرت عليها بأنه ليس الأهم من سيكون على رأس السلطة السورية بل عاد مستماح بأن يحكم تنظيم داعش البلاد والأفضل أن تكون السلطة هناك حضارية وشرعية وأمام هذا البون الشاسع في محادثات بين مطرقة الدب الروسي وسندان الأمريكي يبقى لألف من الشعب السوري في رحلة البحث عن مكان آمن بعيدا عن ضوضاء السياسة والسياسيين ترجمة نانسي قنقر